نتابعا لسه مع حضرك وناخد رأي محمد لكن معنا عبر سكايب طبعا الرئيس السابق لنادي نائب الرئيس السابق لنادي ساوس هامتون لس ريد بنرحب بي على شاشة قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا مرحبا بكم اهلا بي جميل رحب بي على شاشة قناة النادي الاهلي وعايز اتكلم معاك على طبعا انت كنت متواجد في العصر الزهبي اللي ساوس هامتون عصر جيد جدا من الانتصارات ولعيبة عظماء كثيرة جدا في نادي كبير زي ساوس هامتون انا عايز اعرف هل تعافت الاندية الانجليزية واحنا بنشوف الصفقات بالملايين هل تعافت القرى الانجليزية والاندية الانجليزية من صدمات طبعا فيروس كورونا وعادة تاني العجل الاقتصادية لمجرها الطبيعي في القرى الانجليزية نعم بالطبع كانت ازمة وكارثة كبيرة على العالم كله واعتقد ان وضع الاندية الكبيرة في انجلترا كان جيدا جدا انا تعاملت مع اندية كثيرة في هذا الوقت واعتقد ان الازمة كانت في عدم تواجد الجماهير واضطرار الاندية لاحتياطات معينة طبية معينة اتجاه كورونا الامر كان في اوروبا كلها بل في العالم كله الامر كان صعب ولكن كان علينا ان نلعب المباريات وهذا اثر ايضا على الجانب الاقتصادي لللعبة لان الاندية يجب عليها ان تكون في جانب مادي جيد ولكن هذا كان له التأثير الكبير على الكورونا الانجليزية وايضا اصبح مشاهدة المباريات في التلفاز امرا معتادا للجماهير على عكس ما كان في السابق ولكن الاندية الانجليزية تعافت وعادت كما كانت من هذه الازمة مستر ريد في طبعا ولايتك مع ساوس هامتون وكان طبعا تخصصك بشكل واضح للأكاديميات أكاديمية ساوس هامتون اللي كانت تعتبر من أفضل أكاديميات على مستوى الكورونا الانجليزية وكمان على مستوى الكشفين فين ساوس هامتون من هذه المعادلة من معادلة الوصول للمربع الدهبي من وجود ساوس هامتون الفريق الكبير من الطوب 5 في البريميال ليج شايف إيه اللي ناقص ساوس هامتون للوصول لهذه الدرجة والتنافس على المستوى الأوروبي أعتقد أن ساوس هامتون الآن لديه فرصة جيدة للمرة الثانية كان لديه فرصة جيدة منذ أن كنت في النادي كان لديه فرصة جيدة للتأهل للبطلات الأوروبية أعتقد أعتقد منذ حوالي 12 عاما قد بنينا منشأ أكاديمي جيد جدا على مستوى الناشئين استطعنا أن نجعل النادي في مصاف الأنديال الكبيرة في إخراج اللاعبين الصغار وإحراز المزيد من العائد المادية للنادي استطعنا أن نرسخ لفلسفة خاصة بساوس هامتون على مستوى الناشئين ولكن الأمر ليس كما كان في السابق الآن صحيح الأمر مزي كما كان في السابق أعتقد كمان رؤيتك للمان سيتي هل كمان سياسة المان سيتي تغيرت وهذا الموسم يمكن فيه فائد ما بين شراء ولعبين للمان سيتي بمبلغ حوالي 14 مليون يورو على غير ما كان في السابق الصرف كتير جدا جدا ولكن هذا الموسم من المان سيتي بيعمل الربح من الفارق ما بين بيع لعيبة وشراء لعبين حوالي 14 مليون يورو شايف المان سيتي ازاي وهل هي ديات سياسة جديدة للمان سيتي نعم ما يظهره الأمر أن هذا أن هذه الاستراتيجية الخاصة بمانشستر سيتي أعتقد أن منشستر سيتي لديه ملاك جيدين جدا يتعاملون ويطورون في النادي بشكل جيد أعتقد خلال ثماني سنوات خلال ثماني سنوات منشستر سيتي أصبح أفضل ناد على مستوى الصفقات وعلى مستوى العقود أعتقد أن إدارة النادي تتطور من الجانب المادي من الجانب الاحترافي اللاعبون الآن يرغبون في التعاقد مع مانشستر سيتي أكثر من أي وقت مضى مانشستر سيتي الآن هو أصبح لقمة الأندية الإنجليزية وفي نفس الوقت أصبح لديه المواهب العديدة التي يتعاقد معها وأصبح لديه التوازن بين الجانب المادي واستخدام الأموال واستخدام اللاعبين طبعا يعني كمان كنا إن شاء الله أكيد هنتواصل معك عن محمد صلاح ورؤيتك سريعا لمحمد صلاح وتجديد تعاقده مع ليفر بول أنت شايف هل هي هذه الخطوة الصحيحة لمحمد صلاح تواجده مرة تانية أو استمراره في البريمير ليج لسنوات قادمة لتحقيق إنجازات مع ليفر بول أم كان من الأفضل انتقال محمد صلاح لأحد الدوريات الأخرى أعتقد أن القرار بوضوح كان قرار محمد صلاح لا أعتقد أن محمد صلاح كان سيختار اختيار خاطئ محمد صلاح لعب محترف هو أفضل لعب في العالم في هذه الفترة هو سعيد جدا في ليفر بول هو يرتاح في تواجده في النادي يمتاز بالاستقرار في النادي أعتقد أنه لا فائدة من انتقاله لأي نادي آخر فيما ليفر بول سيحقق البطولات بلا شك وسيظل واحد من الأفضل اللاعبين في العالم ومن خلال تواجده في أحد أفضل أندية العالم الآن أعتقد أن تجديد العقد اللي بالنسبة لمحمد صلاح كان شيئا جيدا وأعتقد أنه سيحقق نجاح أكثر مما كان وأعتقد أن الفترة القادمة أفضل لمحمد صلاح وليفر بول نحن طبعا بنشكرك شكرا جزيلا ليس ريد طبعا نائب رئيس نادي ساوس هانتون السابق ولقاء كان أكثر من رائع